لكن خلاصة المشهد ترتيب الالتزامات بهذا الشكل اللي المهندس عدلي أشار إليها كيف أنه الأهلي وهو يضع مصلحته فوق أبناء كل أو جميع أبنائه يضع مصلحة الوطن ومصلحة مصر الغالية فوق كل الاعتبارات حتى وإن ضحى الأهلي ببطولة في حجم وقيمة كأس العالم للأندية شوف أستاذ إبراهيم من الوهلة الأولى والبعض أراد أن يتقول على الأهلي ويضع الأهلي في مواجهة منتخب مصر ازدواجية التداخل في البطولتين الهمتين جدا كأس الأمم الإفريقية وتداخلها مع كأس العالم الأندية الذي يمثل أفريقيا فيها النادي الأهلي وطبعا مصر أرادوا أن يضعوا المتخب في مواجهة الأهلي بتصرف خبيث لا برأة فيه ولكن جاء الكابتن محمود الخطيب ليقطع كل الألسنة عندما قال نحن نشعر بالظلم الواقع على النادي الأهلي ونقاتل في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة ولكن لازم نعرف كلنا أن نواصر فوق الجميع الاعتبارات الوطن تسبق مصالحنا أينما كنا جميعا بما فيهم الأهلي وهو ما أكده الأهلي عندما بترحاب بالغ أرسل لاعبه وتتفاقم الظروف وعادي أن نخش في التفاصيل على فكرة لعله برضو من طيب المفارقة كابتن الخطيب لما قال المبدأ أن مصر أولا ومصلحتها فوق كل اعتبار كان في الإمارات في دبي لما تسلم جائزة الإبداع بالنسبة لكاس العالم والأندية أعتقد ده تضارب يعني طبعا مصر قبل كل شيء أتمنى التوفيلة منتخبنا طبعا وفي نفس الوقت للنادي الأهلي الفترة الجاية إن شاء الله يعني احنا بنقول هذا الكلام مش بنقول كلام يعني بنرجع لما تم التأكيد عليه من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وهو أكد على هذا المعنى عندما سؤل هذه المناسبة الهمة وقال لك أنا طبعا عندي ظروف صعبة وأتمنى أن يكون في حال والحقيقة أن احنا كلنا تفقلنا تفائل ملوش مبرر عندما قال المهانسة أحمد مجاهد الأهلي حيلعب بكامل نجومه المتخب يلعب بكامل نجومه ليس كل ما يعرف يقال ويبدو أنه ليس هناك ما يقال حتى يعرف وأنا قلت لك توجست من اليوم الأول إيه الحال واضح أنه كان أحمد مجاهد عنده معلومة من إنفنتينو أنه كاس الأمم مش هتتعفل المعلومة توجد معلومة عندما تصبح قرارنا أستاذ إبراهيم لكن اتنين بيتكلموا قدامنا هتبقى من باب واكد لسيادة تطعم مش لحد تاني وعود لم تنفذ يعرف موسيقى